انا اليوم يؤسفني جدا انه الرنقين لحكاية متاع السنة الماضية وسنة اللي قبلها انه كل تحرك نبدو نعتبره وكاني ثم اطراف سياسي انا يعني الاطراف سياسي انت شفت مع سطرة السفراء كيفاش الاطراف كل اطراف سياسية تحب توظف تحب تاخذ يعني تحب تقول اللي حكومة دية فهي لاي لاقني نجم تقول اما الفوفوار اودولاتسا يجب تشوف ما بعد هذا اسكو الناس دي عندها حق والله اسكو انت لبيت لها مطلب اسكو انت استمعت لها يعني استمعت لها عرفت اشكالية راهو السياسي اللي يحكم وإلا اللي في المعارضة اذا ما تحسش انت بألم الناس وبأوجاحهم وباهترام تقتهم الشرائية وبفقرهم وبعدهم امكانية تبعثين اصغارهم للدراسة وتوفير الحاجيات الاساسية اذا ما تحسش بهذا الكل وتعتبر انه كل اللي وقع هذا الكل راهي مجرد مؤامرات وعركة بينك لا انا نقول لك حاجة المواطن المواطن العادي المواطن العادي اللي يهمه لا في العركة لا بين رئيس الحكومة ولا بين فلان ولا بين فلتين مهموش بالنسبة لهو عنده حاجاته الاساسية يحب يوفرها عنده ولت حلت عينيه سبري ولا اكثر من قبل يطالب يقول لك انا حقي انا قدمت شهداء وانا نحب التنمية وانت تحدثت على تمييز الايجابي في الدستور وما حقق لي حد شيء انا من حقي باش نطالب ملاد مهدب انفجار اجتماعي اليوم مسعود رمضاني طبعا مهدين طبعا وهذا ما يساعدناش لكلنا مع كل اسف نقولوه ونقول لك حاجة اكثر معناها ما ثماش الى حد الان ما حسناش اللي ثم ديسكور خطاب رسمي معناها يقول انا فهمت هذه المسائل هذه وانا مستعد باش نتجاوزها ومستعد باش نحل الاشكاليات هذه هالخطاب المطمئن اللي ممكن يتوجد باش ينجم يعطي يعني اشارات ايجابية باش الناس تنجم تركح الى حد الان فماش اشتركوا في القناة